السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مزرعة طومزين أغري عبد الله طومزين أغري نحيكم أجمل تحية ونقوم بجولة خاصة لمعاينة هذه المزرعة النموذجية والفريدة من نوعها على طراب جماعة صوية مزرعة غنية بالمفاجآت مجموعة من المفاجآت سنكتشفها مع الأخ الصديق العزيز المناضل صاحب شركة أغري تونزين الذي يحاول أن يبدع ويقوم بعدة تجارب من أجل أن يستفيد منها ومن خلاله تستفيد ساكنة وجماعة صوية سنقوم بجولة عادية عبر هذه المزرعة التي يقوم السيد عبد الله طومزين بخلق المفاجآة فيها والتنوع الزراعي بها عبر زرع مجموعة من الأشجار التي تم استيرادها من داخل المملكة المغربية وزرعها هنا بمنطقة ويرين جماعة أصبوية نبدأ من هذه الشجرة الفريدة من نوعها شجرة الأرقان التي تعرف ويعرفها الجميع وكل البعمرانيين التي لها تاريخ كبير ولها رمز بالنسبة لساكنة سبوية وعيد بعمران مرحبا ستنزيل قدير هانية لاذ موجدت لنا في هذه المزرعة الكبيرلية كان الإصلاحات والجرياج proceed التي تخدم عليها؟ الله علينا نستطيع هذه التكيات نستطيع هذه التكيات وهنا نساء الله ان شاء الله نحتاج للجرياج إذا بالجرياج ولا ضرورة؟ ضرورة وعلى حساب الحلوف وعلى حساب البهيم والأحساب التركة وضروري منه يعني كناري بذلك يولد خاصة يعني اللي بكي عاج جنان ديالي ولا شي حاجره القرياج لا ما فره مين وها العلاج هالبرهن ديال العلاج لذلك يباني أتبارك اللهرة المزرعة ديالك تبارك اللهرة منورة سيتمزين هكناري بذلك يتطرطق هكناري بذلك يولد ولا كي يجاس هكذا تشتح بس إيه أخسر الحرارة هالقرن يبذلك يطلع تبارك اللهرة يا سلام هكذا كيفان لك ركز إيه يا رجيت لك المرة قاعد توصل السفورية ملوى قاعد طوى مالكين نيجات حاولنا نجاوها الليرات اوح شجرة سيتمزين ديالش هالشجرة هدك ديال الزيتون هده شجرة ديال الزيتون هدير جريبه عليها التهي ضروري منها عندك هاد الطرر ديالنا فيها كينجح لها الصبار وكينجح فيها الزيتون والخرب والخنداف هده هم اللي كينجحوا حتى الخوخ ما ينجح وذلك شي ديال اللي بعويد ولكن هذا الشي مع الناس احنا ما يمكنش لنا ننتجوه احنا غادرناه بحال مثلا اضطاروا ذلك الشي ايه دابا تقدر تجربه ولكني لابنت لك مثلا شي نوع من هاد الأشجر نجح تقدر تزرعها جنان كاملة بي اه ايه جنان دابا هده مزروع كامل هده ولكن هده ركيبا ولا الشجر هده متنوعه هده الزيتون هده من تقاح ضدار هده هده من تقاح ضدار هده 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 من نوعه ولكن كين تحت غادي نوصله هده دابا مشو شوفا معجولين فيهم شجرة شجرة تبارك الله الصفارة ما عنا من قولو هانتم وكما كنت شوفو دكشي تبارك الله عليه يا سلام دكشي خدماء مقيا كما راه هانتم انا ياقو ادي على ان عبدالله تنزين هو منقض الصفار بسبوية والنتيجة كما نلاحظها ها هي المزرعة ديالله تبارك الله منظورها وكيصدر لدخل المغرب انا نصدر ها هي شجرته ها هي الزيتون هم ها هي الزيتون ها هي الزيتون ها هي الليمون تحت لما ها هي ها هي ها هي ها هي يبدأ يخرج يطوارك الله أكيد الحرارة يجب أن يولد كأكيد جيدا فالتوالك لا تفتح الوضع لم يكن مستمتع الوضع لانه يحصل على الغرار بالماء إذا كانت تلقى الحشر القرموزية يجب أن تلقى بالماء لأنه كان ميتا ولكن هذه كانت أصلها بالماء لم أكن تجعلها المترجم للقناة 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 المترجم للقناة